بعد الطواف ينتقل الحجيج إلى السعي بين الصفا والمروى واصطلاحا السعي هو المشي أو الهرولة الصفا والمروى جبلان يقعان شرق المسجد الحرام ويعدان رمزين شهيرين لشعيرة السعي وهذه الشعيرة هدفها أحياء سعي هاجر زوجة النبي إبراهيم بين المنطقتين سعيا للحصول على الماء حتى اكتشفت بئر زمزم والسعي بين الصفا والمروى هو قطع المسافة بين الصفا والمروى سبع مرات ذهابا وإيابا بعد الطواف والسعي بكل اتجاه يعتبر شوطا واحدا من الصفا إلى المروى هذا واحد ومن المروى إلى الصفا شوط ثاني وهكذا ليقطع الحاج أربعمائة متر سبع مرات عام 2008 بدأ هدم بناء المسعى القديم واستبدل بمبنى جديد وسع المسعى من ناحية الساحة الشرقية بزيادة قدرها عشرون مترا ليصبح عرضه أربعين مترا ترجمة نانسي قنقر